السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكو ألف عافية يا أخوان يوم جديد موضوع جديد مغابرات جديدة بإذن الله طبعا يا أخوان زي ما تشايفين وراي اليوم موضوعنا عن العلف طبعا قبل ما نبلش بدنا نكسب الصلاة على الحبيب سيدنا محمد علي أفضل الصلاة والسلام ويا أخوان انت اللي بتحضر الفيديو حط لايك ادعى تزل اللايك زل اللايك ما بيكهرب أنا مجربه والله جربته مرة ما كهرب مش راح تخسر إشي حط لنا لايك للمقطع وإذا بيش مشترك بالقناة يا سلام بتشرفنا وبتشترك بالقناة طبعا يا أخوان زي ما تشايفين إحنا جايبين علف جايبين مشربيات جديدة جايبين بعض الأمور يعني هنا في ملخل هنا في جاب بدنا نعمل على تعقيم العلف كثير أمور إجتني بقولك أنا عندي الأفراخ بتمرض عندي الأفراخ بتموت عندي فيه إشي غلط طيب إذا كان عندك القن كويس ونضيف والمي نضيف والمكان مناسب بس بنقصك شغلة واحدة اللي هي تعقيم العلف راح نفرجيكوا كيف إحنا بنعقم العلف وشو العلف اللي جيبناه لجواز الزق واللي إحنا دائما منجيبه لجواز طبعا خليكم معانا وتابعوا المقطع ولا تنسونا من دعا شوف هاي فتحنا هون العلف هاي الخلطة طلا ماشاء الله وهون الدرة الصفرة المجروشة طبعا هاي يا أخوان شو مكوناتها هاي درة بيضة درة بيضة وفي عندك العصفر عندك العصفر وعندك شو البيقة تمام وهاي درة صفرة احنا بنخلطها معها هسا في عندك برضو كمان هسا احنا هاي بنكسمها نصين نص للإفراخ نص للإفراخ والنص التاني بنعمله لجواز الزق بنحط فيها شوية خبز شوية خبز هسا شو بعمل أنا فيها بدك تعبي هون مي تعبي هون مي وتدير العلف وتحط معاي أخوان كيس ملح أو تقريبا أقل من كيس يعني أنا بحط أقل من كيس طبعا وهي بالشبكات أنا بقعد شو أرفع العلف بعدين بفرده 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 بالشمس بنشف بس أتأكد إنه بنشف بنشف بشكل تام يعني العلف بدك تنشفه بشكل تام ما بنفع يكونه مرطب وترجع عشوال هذا بيعمل بكتيريا بالعلف يعني بدل ما أنت تكون بتعقم علفك لا أنت قاعد بتعمل شو في العلف مضرة يعني أنا جايب هون خمسة وعشرين كيلو وهون درة مجروشة زي ما أنتوا شايفين هاي فيها اللهم صلى على سيد محمد عشرة كيلو يعني بطلع المجموع خمسة وثلاثين كيلو بخلطهم بفصل شوية من الشوال بفصله شوية من الشوال لا الفراخ والجزء التاني بعمله لجواز الزق بضيف عليه خبز طبعا أنا عندي خبز 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 ناشف بكون برضو مطحون يعني زي العلف بتحطه مع العلف وبتقدمه للزق هسا أنا يعني الفترة اللي قبل كنت أقدم فيها جمح كنت أحط فيها زيادة جمح طبعا بالوقت الحالي الحمام بطلت توكل الجمح ليش؟ لأنها أخذت كفايتها من الجمح أخذت كفايتها من الجمح فمشان هيك أنا بطلت أحط جمح زي ما انتو شايفين هسا راح نفرد هون ونعبيه مي ونفرجيكم كيف راح نعمل اخوانا نبلش لكم طلع كيف هاي كيس الملح هاي كيس الملح تمام يعني بدي أفتحه وبدأ يروح يعني تقريبا أنا بحق النص أنا بحق قريبا النص شايفا كيف هاي كيف سالك حسا هون شو نعمل كيف سالك هاي كيف الآن أخوانا مي نضيف قد تخيلني مي لا تقريبا مش ولا بد ترتك تتكلي بدي هاي ازلط منطريها هاي واضح هنا واضح هاي واضح هاي هاي أقريبا كيف سالك خطرت مليح هاي هاي الملح يدوب الملح نفسه يدوب الملح يدوب الملح يدوب الملح يدوب الملح طبيعي يدوب البكتيريا بيدي على السموم بيعمل أمور هاي زي ما انتو شايفين داب الملح كامل طبعا هاي اللي في انا جيبها الياف الجديدة للمشارب كل فترة بغيرها هسا انا ببقى سمت ya بالعلف اي بسم الله مامي طبعا يا إخوان العلف فيه طبعا ما شاء ماشي العلف بسيطة على برد طبعا يا إخوان مش مشكلة بتلموا بترجعوا لأفهم في القصر ونقاطوا معقلوا يعني العلف في القوقع مش مشكلة طلعا شو بنعمل يا إخوان نتركوا تتركوا فترة منقوع تتركوا فترة منقوع شوي يعني نحكي بما يقارب خمس عشر دقايق خمس عشر دقايق بتتركوا منقوع خليني بس ألم بالعلف إنه وقع شوية وقع زي الكبشي يعني ها هاي بعدين بتقعد بتجيب إشي تفردوا عليها بتفرد إشي بيكون أهم إشي زي مضرب شمس بتنشفه بمونخه وبايشية يعني أنا بستخدمها هاي إنه أشيل فيها العلف وبتنشفه تنشيف كامل اخوان هاي نقعناه فترة نقعناه فترة دعا أفرجيكوا هسا كيد ننشفه طلعا يعني أنا بجيب سطر زي هذا مثلا طلعوا بعبي فيه بعبي فيه العلف زي ما انتو شايفين يعني بحاول إيش أسحب على قدر الصد الماء أزود عشان ما يكبكي بالعلف وأخسر كمية من العلف زي ما انتو شايفين ها شايفين كيف هس ايش بدنا النشفه طلعوا كيف من النشفه تعبوا على العلف زي ايك مثلا بفرد انا هاي مثلا بجيبها من جوه زي ايك كيس كمام برجها بحركها زي ما انتو شايفين زي ما انتو شايفين يعني تقريبا نزلت المي والله على اجيب الكاميرا بسيكها من فوق بش ما توقعش وهون عامل على الخزان بفرد العلف على كماشي طبعا يعني نحط كماشي هون هاي العلف عشان ينشف عشان العلف ينشف وبعيد الموضوع ها مرارة وتكرارا عبير ما يشوه عبير ما يخلص بس القلم اللي انا سويته بسيكها انا عبيته علف بعدين بفرد على السجادة كلها هون وبستناها ينشف لما ينشف نشف تام العلف طلعك يصار يلمع يا اخوان يلمع مع الملح والمي العلف بتلاقيه طلعكيه بالمع طلعكيه النظافة كيف قداش بكون مغبر العلف قداش بكون برجع العلف يلمع لمع طلعوا ما شاء الله هاي العلف هسه منفضي القلم كامل ومنعبيه وبصوركو يلا ما خلص كل شي طلعوا غسلنا كل العلف هاي هاي فردناه هون هاي وحطينا هدول عشان ما يطير بس من الهواء هاي العلف كله طلعوا ما شاء الله يا اخوان لونه 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 اختلف شوف كيف العلف صار نضيف هاي هاي العلف كله فردناه وزبطنا اموره اموره على العل طبعا يا اخوان هسه في عندكم لسه الدرة الدرة الصفرة انا ما سويتها الدرة الصفرة ما سويتها هل هسه راح اسويها قدامكم اموره نفس الشي يعني انا ضل تقريبا هون ثلاثة ارباع كيس الملح برضو راح افردو هيك كيس الملح فضي وراح برضو نفس الشي نعبيه مي ونعمل يا اخوان على ايش انه نحل نحل الملح يعني الملح يدوب كله بالمي بسرعة نكثر كثير مي لانه هذا اقل لانه هذا كان 25 كيلو هذا 10 كيلو لانه اعتقد هيك كويس يعني انا بسويت قدامكم بدوب الملح طبعا يا اخوان زي ما انتو شاهدين هيك داب الملح داب الملح وي برضو نفس الشي وراح تمسك الدرة الصفرة يا سلام على النظافة على النظافة طبعا يا اخوان الدرة الصفرة يجمالا دائما بدأ تعقيم السيادة يعني يهتم بالدرة الصفرة يعني اللي فيها شوائر تكون زي ما انتو شايفين طلوا يا اخوان يعني لونها لونة طلوا على نقرب شوي طلوا يا اخوان اللي ايجي عليها الماء طلع كيف لونة طلع كيف لونة واللي بدون ماء طلع هاي كيف هون يعني نفسها نفسها الدرة طلع بصير تلمح طلع طبعا وصخ وشوائف ومليون شغلة كلها اشياء يعني بكتيرية هاي بتعقم العلف بشكل كامل راح ادير شوية ماء بس راح ازودها بشوية ماء وحيط انها تكون براحتها تتحرك في الدراب الماء بنجعها برضو نفس الشي اخوان بتركها فترة عشر دقائق انا تقريبا انها تنتجع هاي تم بتركها فترة عشر دقائق طلع كيف الشوائب كلها بتطلع لفوق هاي بصفيها اول اشي يعني هاي الشوائب بشيلها من الوجه من الوجه هيك بعدين زي ما عملت مع العلف زي ما عملت مع العلف الاول بعمل مع الدرة وبنشفها وبرد بحطها على سجاد هسا هخليها فترة بعدين بلش نشوفها هاي خلصنا هون الدرة الصفرة برضو الدرة الصفرة المجروشة طالع كيف رجعت طالع ما شاء الله يعني هي فردناها هون بس منستناها ان شاء الله تنشف بعد هيك يا اخوان زي ما قلت لكم بخلط الدرة الصفرة مع الخلطة اللي هون هاي مع الخلطة اللي هون هاي الفرتات هيا الحمد لله يعني هي قاعدة تنشف هاي امورها تمام وبرجحها بعبيها بشوالين بفصل نصها لسه انا بخلط شوية خبز للزق بخلط شوية خبز للزق اما الفراخ بخليهم الخلطة مع الدرة الصفرة لحالها بدون خبز بعطيها بدون خبز زي ما انتم شايفين طبعا يا اخوان ها هي فكرة انه كتير ناس سألتني انه كيف او بسوار انت بتعقم العلف كيف تعمل علف كيف بتحافظ على اه صحة الطير هاي الامور يا اخوان اللي احنا منسويها بالنسبة للأعلاف بالنسبة للأعلاف هاي اللي احنا منسويها اه بتعقيم العلف والعلف اللي انا بجيبه للحمام طبعا هسا ان شاء الله رح افرجيكو الفراخ وكيف طلعت الفراخ لما طلع hacemos الشهر. خليكم معنا. طلعوا الفراخ. طلعناها. شوف شوف شوف. لا يا زه. طلع ايها. طلعوا. طلعوا ما شاء الله. طلعنا الفراخ يا اخوان. هيا قاعدة. ايها. طلع ما شاء الله. شوف يا اخوان يوم عن يوم اذاء الفراخ بيختلف. يعني شوف كيف طلعين قطعة واحدة. مزيدة كلمرة. يعني هسه بتصفلهم. عادي. بتخاطر فيهم. ما في مشكلة. اول شتركناهم اراحتهم زي ما انتم شفتوا. هسه عادي. بصفلهم. بسويلهم. بعملهم. طلعوا المزاور يا اخوان. باش قادر يجاريهم. ماذا الفراخ المزاور. زواجي. ويندك يجاريهم يا زه. اطلع انك رشماحهم. انت ويعطيك العافية. خلاص. هم حيقولولك. ودعتك من سيتك. طلعوا ما شاء الله اخوان وين قلبت الحمام لتحت. ايضا يخلط. ايضا يخلط. ايضا يخلط. طلع. ايضا كل الفراخ خلطت. طلع. هيا جوا. ايضا طلعوا ان صارت. جوا جوا. طلعوا مبسوط يا اخوان على على الفراخ. طلع كيف طلع ما شاء الله. ايضا كل هالفراخ خلطة جوا. هاي هذول اتنين افتكوا المراس دي. الاسود والازرق لحلس. اي الشباب الطيب هذول كمان افتكوا الخمسة مع بعض ستة. اه نظهر جدا. اي بفرق قاعد. طلع طلع الاسود رد رجع. والازرق هذا الازرق لحلس هي رد رجع. لا لا ايضا ايضا يتنين من تعجيين. اخوان هذول ينفيش حتى لما يخلط بقدرش. بقدرش اللي يعني بيضلوا الفراخ ماسك حاله وطالع. بقول لك عمي شو هذول بطلوس زي. عمي انا زاجل. ايما هي قادين بيضموا عبعض طلع. طلع. ايهم هيك. اي هذول قدي عش تمانية. ويضاك. طلعوا يتنين الاسود. اه شايفهم اي خمسة افتكوا ايهم هيهم. ايهم خمسة دول ستة يعني ايهم. افتكوا ايهم يجو كل اياتهم. طلع. يو بيك بفرقوا الله عز واجل. الف 16 بس. الف 16 والباقي كله خس انسى. طلعوا ما شاء الله. قطع ما قطع انسى. الف 16 ما بيعرف المعلم. ايهم. شوف يا اخوان كيف. فش يعني. يعني حتى بفكرش انه يخلط. يعني اذا خلط. بتطلع عليهم بقول لك عم هذول ممشاهم عاطل. هيك بقول لك ممشاهم عاطل. هذول رفاق السوق. بنفعش. بقول لك عم انا ممشاي غير. انا ممشاي دغري. وفيش بعد الدغري. طلعوا ما شاء الله. طبعا يا اخوان هاي فراخ. فيش اشي شاق البواقي لسه. يعني فيش اشي شاق البواقي. فهمين كيف? يعني هاي كلها مفطومة يا دوبك. شايفوا المزاور صار جوة جوة. طبعا اخوان المزاور اصغر واحد عمرا عشان احنا خايفين عليه. بس. ولو يعني وجد فرخ السطح وطالعوا واهليم نعرفهم. بس لانه اصغرهم عمرا. ايو اي رد رجع اي رد رجع. ايو بيقلب و بشاقلب اي اي اي. اي شاكينو. اي 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 لحاله. هاي الكشكلة سود كشكلة سود جدع والله كمان. طالع ازا جي كيف طالع وارا اله دخل ولو المزاور. هاي المزاور. اليوم اسا اخوان. بس ايش يجي احطوا. أصول قيام كمان